النقطة التانية في القضايا الاقليمية سيب غزة لوحدها ايه اهم قضية اقليمية دلوقتي تمس مصر والامارات هي السودان هل الايام القادمة هتشهد تطورات ميدانية على الارض من قبل محمد حمدان حمدتي وقوات الدعم السريع المدعومة من الامارات في السودان وبالتالي محمد بن زايد جاي سكت السيسي حصل في زيارة قبل كده ما في زيارة قبل كده بن زايد راح للسيسي قعد معاه ولا السيسي اللي راح له الامارات الزيارة ساعتين ثلاثة بعدها حمدتي كان واخد نص السودان والسيسي ما فتحش بقه فهل يا ترى اخواتنا في السودان واهلينا في السودان على موعد مع ايام دموية ومجازر واغتصاب للنساء وقتل ومحاولات للسيطرة الميدانية من قبل حمدتي الحقيقة لو القضايا الاقليمية السيسي وبن زايد نأشوها النهاردة فده معناه ان ربنا يسطر على السودان الايام الجاية وربما يعني نشهد تقدم لقوات حمدتي ومجازر وبلطجة اخرى ومحاولة سيطرة على العاصمة السودانية والسيسي اتقلوا قعد ساكت يمكن ده يكون المشهد لان ده قضية الاقليمية الاهمة